السلام عليكم أعزائي طلاب الصف السادس الإبتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع حل كتاب الدراسات الإسلامية قسم الحديث وليوم مع الدرس الثالث احترام الصغير وتقدير الكبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لدينا معاني الكلمات ليس منا أي ليس على طريقتنا حيث اتصف بغير صفاتنا يرحم صغيرنا الرحمة تعني العطف والشفق بالصغير يعرف شرف كبيرنا الشرف أي المكان والمعنى يقدر الكبير وينزله منزلته التعريف بالراوي الراوي هو سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص القرشي رضي الله عنهما من صفاته انه كان يحترم ويقدم الكبير في فضله ومنزلته وان كان اصغر منه فوائد الحديث الاسلام دين يعطي كل ذي حق حقه الاسلام يحث على توقير الكبير ورحمة الصغير يدخل في معنى الكبير الوالدان والاخوة والاخوات الكبار واصحاب المكانة في المجتمع التقويم اعلل تخصيص الرحمة بالصغار في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا خص صلى الله عليه وسلم الصغار بالرحمة لضعفهم وعدم قدرتهم على اخذ حقوقهم فواجب على الكبار ان يرحموهم لانهم ضعاف فهنا خص الرسول صلى الله عليه وسلم الصغار بالرحمة لانهم ضعاف ولا يستطيعون ان يأخذوا حقوقهم اعيد ترتيب الكلمات الاتية بما يوافق النص وهو ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا هذا هو الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا نكون قد انهينا الدرس الثالث سألقاكم على خير بإذن الله تعالى مع الدرس الرابع محبته صلى الله عليه وسلم لذوي رحمه ودعوتهم للخير لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد تومتم في امان الله والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته